ده النادي الآلي اللي يمسك النادي الآلي زي موسيماني أو أي مدرب لازم يبقى بدايته دايما لعبته يقول لازم نضغط لازم نخلص الجيم بدري عشان الجيم يتسايل عليه تراك في موسيماني موسيماني مدرب كويس طبعا لأنه حصل مع الآلي على بطولات كتيرة وإن كان في بعض المباراة طبعا يعني بيبقى فيها بعض الأخطاء لكن المجمل بتاعه مدرب طبعا كويس وحصل مع الآلي على بطولات وعنده ميزة أنا هلالك بأمانة موسيماني عنده التوفيق برضو عالي ودي مهمة إن مدرب يبقى موفق يعني كلما تحس إن يحصلوا دروب بتلاقيه الطالعة اللي بعدها كبيرة زي ما حصل مع الهلال السعودي ومسلا فارقوا النهاردة بعد الهزيمة من ساندونز فدي برضو كويس خلي بالك فيه ناس بتبقى موفقة وعندها التوفيق عالي التوفيق بيجي كده ولا بيجي من الشغل لا طبعا لا أنا في مقولة دايما بقولها اللي عبتي اصنع حظك بنفسك يعني اصنع حظك بنفسك يعني إنت لما تحاول على الجون خمس ست مرات هتجيب لكن إفرد إنت مرحتش للجون هتجيب إزاي بأنت بتصنعش الحظ بتاعك فدايما نقوله إنت اللي اخلق فرص كتير عشان يديك الحظ لكن فرقة وقفة بالدفع بتخرجش مرة التمنتاشر طوال المباراة الحظ يدي أديه نسبته أديه لكن أروح مرة واثنين وثلاثة حتى لو بديه هتجيلي يعني فأنت النادي الآلي لا النادي بيحاول على طول عنده أحسن لعيبة في أفريقيا عنده أفضل إدارة على مستوى الوطن العربي كله أي حد يتمنى أنه يخش النادي الآلي بسبب الإدارات في النادي الآلي أو المجالس الإدارات اللي بتوفر كل حاجة عندك جماهير مش موجودة في أي حتة في الدنيا بحجم جماهير النادي الآلي عندك قوة شخصية وقوة بطولات ومنشآت كل حاجة عندك فأنت النهاردة إزاي ما تبقاش أنت يا سعده يا هنان اللي يمسك طبعا اللي يعد من جنب سوره النادي الآلي الشادي بيبقى يعني بتبقى بالنسبة له إنجاز دي حقيقة أنا كنا بنتكلم أنه وإنت قبل الفاصل وكلمنا مع بعض يعني أنا من المدربين اللي للنادي الآلي اسم النادي الآلي حطيني على الطريق أنه أنا أمسك منتخد بإسم النادي الآلي خليني أحكي برضو أنا اللي حيجي يقول لي حاجة أنا ويحذر اللي حيجي يحكي لي حاجة بره هقول بقول لكابتن كشري بدايتك التدريبية كتكي روحت مساكت منتخب بره قال لي دي كانت حاجة عاملها وزارة الخارجية وكان منتخب جبوتي معهش مدرب فقال لك لا هنجيب مدرب مصري فراح قدم ولقى كل الأسماء اللي موجودة أسماء في الدوري الممتاز قال لي والله ده اللي قال بالحرف يعني قال لي أنا روحت مساكت منتخب جبوتي وترشحت بسبب أحمد كشري بتاع الأهلي مش توطني كده؟ حقيقة والله شادي يعني أنا ما روحت وقدمت السي في بتاعي لقيت أسماء قلت إيه ده إيه اللي أنا بعمله ده ناس ماسكة في الدوري الممتاز وأنا لسه في أول طريق فقلت من الصعب خالص يعني أن أنا أروح لقى ده عندهم خبرات أكبر مني شكرا